سواق العجلات في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين رفعوا صوتهم عاليا مطالبين الجهة المختصة بمراقبة منتوج البنزينة الذي يرد إلى محطات الوقود كونه رديء جدا وأدى إلى أعطال في عجلاتهم بشكل مستمر المزيد في سياق التقرير التالي بعد أن انتهى موسم الزحامات على محطات الوقود منذ مدة ظهرت أزمة جديدة لأصحاب العجلات تتمثل برداءة نوعية الوقود المجهز لمحطات التعبئ في مدينة تكريت والتي يبدو أنها لا تخضع لرقابة من الجهات المختصة عموما المحافظة صلاح الدين يأتي من مصفى بيجي المحطات الأهلية والحكومية للأسف من المحطات الحكومية مادة البنزين يعني جو الوسط نقدر نقول تلقى أسود يعني ما أدري شنو مخبوط غاز ريحت غاز بي عجلات معطلة بسبب الوقود السيء وأصحاب محال التصليح أكدوا أن الوقود رديء جدا وفيه نسبة كبيرة من الشوائب التي تسبب عاطل العجلات بشكل متكرر وكثيرا تلقى السيارات هواية الفيت بوم مال توقف من نوع البنزين والقلاسات السدد يعني حتى السيارة ما تمشي صحيح السيارة قامت خربط عليه بالطريق قوة صوت الحي الصناعي تبين أن الفيت بوم مالها قائم فتحنا الفيت بوم مالها طلعنا وإذا القلاس اللي يمن الفيت بوم مالها طين وزنجار ما أعرف من الطين وزنجار من مين جاي من التانكيات ما تلب عن زي خانة أو من المنتوج ما أعرف والله هاي الشغلة بس الغلاس موجود عند هذا الفيتر لا تسفرد أنه ما بمجال هاي سأخذت الغلاس بعشر تالع في دينار على مدن بد الغلاس أنه كله وصخ ما بمجال يشتغل خلاص يبدو أن الإجان المراقبة على التجهيز في واد والمواطن وشكواه في واد آخر فهذا الحال مضى عليه وقت من الزمن ولكن لم نجد له حلا حتى الآن ويبقى المواطنون يشكون من استخدام مادة البنزين لعجلاتهم من محطات حكومية وأهلية لرداءة الوقود فيها لصلاح الدين الفضائي إبراهيم سالم تكريت